اشتركوا في القناة جداً 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 دانكن البلطة مشغول بادلني أين طارق؟ يا للورطة معي الصولجان هيا من هنا لنوعد هذا إلى صاحبه الأصلي ماذا؟ طارق لا تقول أي شيء لكن هو الأكلمة ترجمة نانسي قنقر هل يذكر أحدكما متى عدنا إلى البيت قبل الفجر؟ محاربة القتلى والمجرمين والقادة الأشرار شعلت أعصابنا مشدودة لا أبداً أنت تبالغ كالعادة واضح أنني أبالغ غفوة قصيرة تحل المشكلة لا أظن ما الخبر يا صلاح الدين؟ لم أترك الشباكة مفتوحاً حسناً لا نوم إذن أظن أن ريجينالد وجيشه قادمون لسحق عظام صلاح الدين لا طبعاً بل النهابون جاءوا لينزعوا قلبه من صدره ويعودوا به إلى القائد بهرام وصف دقيق لك عشرة دراهم لو كان ريجينالد عشرون لقاء النهابين ألا تتحركان؟ عصبي لا شك أنه التوتر اهدأ يا صلاح الدين لماذا هذا القلق؟ القلق لشيء كهذا مرحباً يا صغيري هل أنت بخير يا حبيبي؟ كف عن تدليله يا ليلا لا تقل لي كيف أعامل حفيدي أنت تحريجينه أمام صديقين وماذا تعلمك؟ إنه ماء جداي كم مرة رفضنا دعوة إلى العشاء لأنك لا تريد رؤية أحد يا حبيبي كم أنت نحيف يجب أن تعتني أكثر بنفسك خاصة وأنك وحدك يا جدتي هو وحده لقد أغضب أباه لذلك ترد من البيت طبعاً هذا لم يحدث يا جدي كفا؟ نحن لن نتشاشر سنأكل كلنا معاً وستخبرنا بكل ما جرى حتى الآن كم كنت أود ذلك لكن للأسف عندي موعد موعد هام وخطير أي موعد؟ أقصد تلك المهمة مع مصطفى لنفعل ذلك الشيء آه تذكرت شكراً يا طارق لقد ألغي أجل أخبرني مصطفى أنت حر طوال اليوم هيا اقضي الوقت مع عائلتك هنتقم منك اسأليه عن يوم حبس في منجم مظلم مع فتاة فتاة؟ يا صغيري أخبرني عن فتاةك ليست فتاتي أعني هي فتاة لكنها ليست مهمة آه حقاً ليست مهمة في شبابي تعلمنا أن نعامل النساء باحترام والآن اسمحوا لي علي أن أذهب تذهب؟ إلى أين يا ترى؟ عندي بعض المهام سأعود سريعاً كلا لن تذهب لن تتحرك من هنا قلت إن هذه رحلة عائلية ولكن لذا سوف تقضي الوقت كلهم معنا هنا ليت معركة تنقضني الآن أعطونا ما نريد وإلا قتلناكم آه شكراً أيها القائد العظيم أحب هذا المنظر حقاً أشعر بأنني سيد هذا العالم ماذا تريد؟ تأكد الأمر الخريطة معه وبعد؟ عملاءنا يدبرون اللقاء اختبئ خلفي لا تقل لي ماذا أفعل نحن سنهرب الآن لا داعية سأتولى الأمر لننهيه بسرعة فأنا ذاهب إلى العشاء سراح الدين قلت لك لا تقلق يا صغيري هل أصبت؟ جدتي لا تناديني بصغيري يعجبني أسكت أحسنت يا فتى تحسن استخدام السيف المؤسف أن عقلك ليس بنفس الحدة واضح أنهم أرسلوا لتعطيلنا تعطيلنا؟ عنه هذا؟ آآآ صلاح الدين قلت لك نحن سنهرب هيا يا ليلى من هنا رائع لقد حبسنا ثق بي أنت في مدينة يا جدي وأنا أعرفها جيدا حقا هذا رائع لو أسرعت لك أنا أفضل أحتاج دقيقة أخرى أنا آسف حقا ليست بالعطلة الممتعة يا ليلة ما دمت معك فهذا يكفيني ألا يمكن أن تفتح؟ عن إذنك يا صغيري لا شك أنك كنت ستفعل هذا أجل فعلا هيا بنا بيتكم جميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جدتي؟ هل أندي بخير؟ أنا بخير إنما أحتاج قليلاً من الراحة لقد خدعناهم رأيت يا جدي؟ قلت لك إني سأتصرف جدي؟ أين جدي؟ إذن كان فقد جدك جزءاً من الخطة؟ جدي جدي أيها الجد قاسم لا يمكن أن يحدث هذا هذه أول عطلة لنا معاً كان خلفك تماماً وإن كان إنه ليس جدي أنا قاسم قاسم يا جدي الله الطريق خاطر إنه بالخارج وهو وحده علينا أن نجده سأفعل أعيدك طارق أعدها إلى البيت وحافظ عليها حسناً إذن أنت وزوجك تحبان السفر؟ لنجد أحد الفرنجة هل تعتبرون أنفسكم محترفين؟ كان هجومكم سطحياً وخطتكم مفتعلة أسقط يا هذا كما أنكم وقحون ما الأخبار؟ تمت المهمة سنعود إلى القلعة حقاً أمرني رئيسي أن أفتش المنطقة أولاً رئيسك؟ من تعني؟ نحن نتلقى الأوامر من ريجينالد من أنت؟ أنا الـ أعني هيا استيقظ حسناً عما سنتحدث؟ ذلك الفرنجي يعرف أين زوج قاسم؟ نظن ذلك ماذا سيفعل صلاح الدين به؟ ما يطلق لسانه رائم أين جدي؟ إلى أين أخذوه؟ لن تعرف أبداً آه حان دوري أنا لا أخشى العلم آه آه ألم أنت لم تعرف الألم تزوجت منذ أربعين سنة وأنجبت أربعة أطفال وربيتهم ورأيت أمثالك ينتشرون في بلادي كالطاعون أنا عرفت الألم وإن لم تبدأ بالكلام سوف أريك ما هو أنا 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 صغيري آه أفكي لا 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 سوف أتكلم لكن أبعدوها عني هي لها من امرأة مرعبة أنا أخائف إنها خريطة العالم تحتوي على كل مكان كل بئر ماء في كل صحارى الشرق الجنرال ريجينالد يريدها بشدة ويظن أنها مع جدي قاسم أجل مع الزوج هذا غير ممكن أنا أطيع الأوامر أمرنا أن نغتف الشيخة ونأخذه إلى القائد ماذا سيفعل ريجينالد بجدي؟ لا شيء سيدفع له إن جدك سيبيعه الخريطة قاسم قاسم ريجينالد، هل تعامل كل أصحابك هكذا؟ إجراء احتياطي، كلما زاد عدد من رأوك تخطف كلما صدقوا أنني ضحية ولست خائناً خائن، كلمة قبيحة أنا أفطل وطني متفتح تفضل، خادمي قد أعد الغداء يبيع قومه للفرنجة أعترف لك، لقد ذهلت أنت كاذب، جدي لا يمكن أن يخون قومه أبداً طبعاً طبعاً، أنت على حق إلى أين أغذوه؟ إلى معتقل الأغوار معتقل الأغوار، سجن للفرنجة منذ مئات السنين لم يستخدم منذ الحملة الأخيرة جاء بنفسه ليأخذ الخريطة؟ لم يخاطر هكذا؟ إذا كنت تنوي اختراق الصحراء بجيشك، فستحتاج إلى الماء إنه يعد لغزو كبير اجلس يا قاسم استرح لا تقلق، الخوانة سيسألون في العالم الآخر لكن لهم هنا مكاسب كثيرة جداً في المرة القادمة، سيقتحم دانكين القصرة، وأبقى أنا مع الجدة في البيت شوه، شوه، ماذا أفعل؟ مستوى يا رفيع هذا صوت جدي من هنا خائل زوجي أنا لا 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 هذا ما تحاول أن تخبرني به تشرؤ أن تقول ذلك عن رجل أعرفته طوال حياتي هل تشرؤ؟ هل تشرؤ؟ ماذا تعرف عنه؟ أتعرفه حقا؟ لا تعرفه لا يمكن أن تفقدني الوعي ما دمت أستمع لها ستفعل أيضا بأمر السلطان نبحث عن قاسم أخبرتك نخبى الحرب التي تجعل الحياة مثيرة لك أنت الحرب أنا سأخذ هذا أعتقد أن معك شيئا أريده أتظن أنني أحمق؟ ارفعها في الدو النقاط الحمراء هي أماكن أبار الماء التي ظلت سرا بين أهل البادية أجيالا بهذا سوف أخذ العالم أجمع شيء رائع حسناً هذه هي الخطة سأمسك تلك السلاسل أنزل عليها أضرب أوريجينالد وأخذ الخريطة ابقى هنا واحمني حسناً ليس هذا حسناً كيف؟ لي معك حديث فيما بعد أنت؟ أجل إذا أردت أن تصرخ وتهرب كالأطفال افعل ذلك يحراس، يحراس أو هذا أيضاً طارق الحراس بالباب حسناً من أنت؟ أريد أن أعرف اسمك البعض يناديني آه، وجهي 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 إذن سمعت عني أعطني تلك الخريطة أوه أوه أه 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 توقca أه أه طارق اقتله ماذا تفعل؟ إن معه الخريطة وقد تطلب الأمر عملاً كثيراً حتى أوصلتها إليه لم أرد أن أصدق أنت فعلاً خائن أحياناً أعتقد أنك من الغباء بحيث ستنسى أن تتنفس بالطبع لست خائن ألا تعرفني بالمرة؟ أنا أعمل بأمر السلطان السلطان؟ الخريطة مزورة الحقيقة الوحيدة فيها هي أماكن بعض الصخور الجميلة هذا قولك كيف نعرف أنها الحقيقة؟ دع ذلك السيف يا هذا وأسرع خلف سيدك هيا كنت أعرف الحقيقة إذن فهو عميل خفي؟ لا ليس هذا هل تعرف طريق الخروج؟ لا تدخل مكاناً دون أن تعرف ثلاثة مخارج له إذن يعني نعم لننتهي منهم من دوب ثري لا جدي؟ ماذا سيفعل ريجينالد الآن؟ إن معاه الخريطة والنخود سيعتبر ذلك نصراً ولو أراد الغزوة فسيفاجأ بحقيقة مرة عند البحث عن أبار الماء لماذا لم تخبرنا عن مهمتك هذه؟ كيف تبقى مهمة سرية لو علم بها الجميع؟ حاولت أن أبدأها على الفور لكن جدتك آه يا إلهي لقد نسيت أمر جدتك أظنها ستقتلني كيف كانت حين تركتها؟ قالقة، غاضبة، مخيفة أنت تعرفها جيداً أعرفها مرت على زواجنا أربعون سنة قضيت معظمها محاولاً النسيان إذن فهي لا تعرف عن هذه المهمة؟ أخبرتها أني أريد زيارتك وتلك حقيقة في مجملها لم أريد أن تقلق كنت قد وعدتها أن أترك هذه المهام عميل السري، هذا تعبير جيد أم آسل يجب أن تخبرها يا جدي أنتم لا تعرفون حتى تموتوا أتجرؤون أن تكلموني عن زوجي؟ اقدوا أربعين سنة من حياتكم مع أحدهم ثم تعالوا إلي وقبل ذلك إياكم أن تجرؤوا إياكم أن تتصوروا أتسمعون؟ لا تقولوا شيئاً أنا سأقول لكننا جئنا لنقول لا تخاف لأني أمرك إيا للوقاحة تدخلون على الناس بيوتهم تبدو بمشغيلة لنشرب بعض الشاي سمعت أن عندهم شاياً رائعاً في إسبانيا؟ ستجدون أعرف لا داعي إذن عندما يعود قاسم وسوف يعود ها لي من القصص الكثير أتريدون أن أقص عليكم كيف خدعت أقوى عميل من عملائي ريجنالد كان اسمه بوند جيميسون بن بوند ترجمة نانسي قنقر